تنفيذة للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة القوات المسلحة الملكية تنظم اليوم جميع مراكز تكوين المجندين حفلا بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى من الخدمة العسكرية للفوج السابع والثلاثين والتي كانت مخصصة للتكوين العام الأساسي والتي استمرت أربعة أشهر وانطلقت منذ منطف شهر ماي الماضي وللمزيدنا التفاصيل يلنبم إلينا من جديد مباشرة من المركز الثالث لتكوين المجندين التابع لللواء الثاني للمشاة المظليين بالقاعدة العسكرية بمدينة بنغرير مبعوث قناة مدينة تيفي عبد المولى بوخريس عبد المولى هل تسمعوني؟ مرحبا لينا أسمعك جيدا مرحبا مشاهدين الكرام عبد المولى أنت متواجد الآن في مدينة بنغرير هل لك أن تضعنا في أجواء هذا الحفل بمناسبة انتهاء؟ المرحلة الأولى من الخدمة العسكرية للفوج السابع والثلاثين؟ نعم كما أشرت هنا بالمركز الثالث لتكوين المجندين التابع لللواء الثاني لأموشاة المظليين بالقاعدة العسكرية لمدينة بنغرير حيث انتهت المرحلة الأولى والتي استمرت لما يقارب أربعة أشهر طبعا خلال هذه المدة استفاد المجندون من مجموعة من التدريب لا أخفيك سرا إن قلت بأنه كنا شاهدين على انطلاق هذه العملية بمجموع من المراكز واليوم هناك تحول جذري في سلوكيات هؤلاء المجندون على مستوى شخصياتهم على مستوى انضباطهم وعلى مستوى كذلك انضباطهم للتوجيهات المكونين هنا بمجموعة من المراكز وبخاصة هنا بهذا المركز المتواجد بقلب القاعدة العسكرية بمدينة بنغرير التكوين الأولي الذي يعتبر أساسيا في هذه الخدمة العسكرية للفوج السابع والثلاثين يتمحور حول ركيزتين أساسيتين أولها التكوين البدني من أجل تكوينهم بدنيا وإعطائهم الهيئة الفيزيائية من أجل القيام بالمهام الموكولة لهم في إطار هذه الخدمة العسكرية وكذلك ليكونوا أكفاءا من أجل أداء هذه الخدمة بالإضافة إلى الشق الثاني أو الركيز الثانية وهي التكوين العسكري تلقينهم مبادئ الخدمة العسكرية الانضباط العسكري طاعة الأوامر وكذلك تدريب ميدانية خاصة بالتواصل اللاسلكي وأيضا تدريب بالقذائف والذخيرة الحية في عدد من مراكز الرماية المخصصة لهذا الغرض انطلاقا من يوم غد سيستفيد الألفان مجند هنا بهذا المركز من عطلة تمتد لأسبوعين من أجل زيارة الأهلي والأقارب والترويح عنها النفس حيث ستتكلف القوات المسلحة الملكية بالأمور اللوجستية لتأمين انتقالهم بشكل مجاني بعد هذه الخمسة عشر يوما سيعود المجندون إلى مراكز التكوين من أجل الخضوع لثمانية أشهر من التكوين المتخصص في عدد من التخصصات بعدد من المراكز المخصصة لهذا الغرض طبعا بناء على الكفاءات والمهارات التي يتوفر عليها المجندون والمجندات وأيضا بناء على توجهاتهم وكذلك ميولاتهم في هذا الخصوص طبعا كما قلت بأنه ألفان هم من بين عشرين ألفان موزعون على ثمانية مراكز لتكوين العسكري في عدد من جهات المملكة المحظوظون وللإشارة هناك تم إدماج ربع المجندين الخمسة عشر ألف برسم الموسم أو الفوج السادس والثلاثين في أسلاك القوات المسلحة الملكية كذلك من لم تسعفهم الحظ في ولوج أسلاك القوات المسلحة الملكية يتوفرون على تكوين مهني وتقني متخصص وكذلك عالي الجودة يؤهلهم لولوج سوق الشغل في عدد من المقاولات وكذلك المؤسسات ويضمن لهم استقلالا ماديا طبعا على ذات المنوال يسير الفوج السابع والثلاثون المكون طبعا من قلت من عشرين ألفا موزعين على ثمانية مراكز وكما قلت بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة أساسية لتلقينهم مجموعة من التكوينات المتخصصة في عدد من المهن سواء العسكرية الشبه عسكرية وأيضا في المجالات التقنية التي تهم صيانة المعدات العسكرية وكذلك غيرها من المجالات إذن هناك أطر عسكرية وخبراء يصهرون ليلة نهار على تدبير هذه المرحلة الهامة في حياة المجندين المدعوين لأداء الخدمة العسكرية وقلت بأن هناك تحولا جذريا في سلوكيات هؤلاء المجندين بإكسابهم واكتسابهم لشخصية قوية وانضباطهم لتعليمات العسكرية وكذلك استفادتهم من تداريب وتكوينات مهنية متخصصة في عدد من المجالات إذن العشرون ألفا سينطالقون غدا نحو أهالهم من أجل راحة قصيرة للعودة مستقبلا من أجل استكمال الدورة دورة الثلاثينة عشر شهرا ثمانية أشهر المتبقية من أجل التكوين المتخصص مموضة قناة مديان تيفي عبد المولى بوخريس شكرا جزيلا لهذه التوضيحات